طيب مرضو خبرنا في كرة اليد تامر فكري هو رئيس لجنة الحكام رئيس اللجنة العليا للحكام في اتحاد كرة اليد الآن اتحاد الدولة اختاروا مراقبا فنيا في بطولة العالم 20-21 ألف مبروك تامر فكري طبعا أو كابتن تامر فكري تامر فكري هيكون واحد من 14 مراقب فني في البطولة الـ 14 مقصمين 11 من أوروبا واثنين من أمريكا الجنوبية واحد بس من أفريقيا وهو تامر فكري ألف مبروك والحقيقة دائما أو دائما أبدا اليد بيفاجئنا طبعا بكوادر بيفاجئنا بشخصيات مصرية على رأسهم الدكتور حسن مصطفى الحقيقة أنا بيعجبني جدا الدكتور حسن مصطفى لأنه شخص قوي عنده قدرة على تنفيذ كلامه ودقوب والحقيقة هو مسأل أعلى لكثيرين في المجال الإداري وهو اللي حط مصر على خريطة كرة اليد يمكن احنا ما كناش نسمع عن كرة اليد من 25 سنة أو 30 سنة لما هو ميسك رئيس الاتحادي المصري والحقيقة عمل طفرة كبيرة وحتى الآن كرة اليد عايشة بالطفرة اللي عملها دكتور حسن مصطفى حتى كرة اليد العالمية عملهم كمان طفرة دكتور حسن مصطفى أتعب من بعده طيب